طبعاً المهم عندكم الفرماكولوجي ضروري جداً أنكم تركزون عليها الفرماكولوجي عندكم تعريف التخدير نوع السيديشن كيف أميز أول نوع وثاني نوع من السيديشن اللي هو جزية ضروري جداً تعرفون كيف إحنا نخدر التخدير الكامل الفرماكولوجي اللي تكلمنا عليه أي حالة لازم فيها ثلاثة أشياء إيش هي عشان التخدير الكامل وتحفظوا المثال لكل واحد بناء على السايد أفكت حقة الأدوية تكونوا عارفين الميكانزم حق الأدوية كيف الأدوية تسبب تخلي الإنسان اللي فيها قابة اللي فيها نمدة تعرفون الفرق بينهم تعرفون الأدوية اللي هي ممكن تعملكم اللي هي قلنا الميكانزم في أكشن حقها وتعرفوا مثل الأدوية المهمة اللي احنا تكلمنا عنها إيش الهبنوتيق قلنا أول حاجة عندنا البروبوفول عندنا والبروبوفول في ميزة عن باقية الباقين إيش بو أنه فيه إيش أنت أمتك أنت أمتك أيوه أنه أنت أمتك عندنا بعدين الكيتامين فوائد أيوه كيتامين إيش هو أصلا كيف يشتغل الكيتامين بيشتغل بطريقة خاصة في أنزيزيا كلمنا عن الصوديم ثايبنتال إيش مشكلته الصوديم ثايبنتال طيب إيش مشكلته الصوديم ثايبنتال أنه يترسب أو يتجمع يعني ما يصلح أنه ما يصلح له صح أنه عنده ريديستروبيوشن زي زي البروبوفول وذا لكن لو استخدمناه كأونفيوجين إيش مشكلته يبدأ يتجمع فما يصلح العمليات الديسيرجيري وإيش فيه كمان مشكلة إيش بيسوي الإي سي بي الإي سي بي إحنا بنشتغل بالعكس الصوديم مثلا من تال هو هو اللي بنستخدمه لأي حاجات الهيستامين الهيستامين أي والهيستامين مشكلته في الهيستامين أنه ما هو كويس المرضى اللي هم عندهم مشاكل في الربو تحسس طيب لكن من أحسن لهم هذه الحالات إيش تستخدمي عندك بقية الأدوية الثانية طيب الكيتامين لو أنتي أنتي أزمتك يعني يعني نعالجه حيانا في سيبير كيس للبرونكية الأزمة زي كده تمشو تشوفوا كل واحد إيش النقطة اللي تميزوا عن الآخر من ناحية المرضى اللي هم عندكم اليتمودات إيش بيسوي إيش فوائد وإيش السايد إفكت حقته بعد كده تكلمنا عن الناركوتك اللي هي البيوت أنواعها تكلمنا عن اللي هي الشورت آكتينج والسترونج إفكت من هي المور بوتينت ومين اللي بيعمل هستامين ومين اللي ما يعمل وكيف الموتابوليزم حقتها طيب تكلمنا بعد كده عن المصر الريلاكسنت المصر الريلاكسنت قلنا عندنا اللي هي ديبلورايزنج ون ديبلورايزنج ومنهم والديبلورايزنج الوحيد اللي نعرف هو الساكسنالكولين مشكلته مع إيش إيش المشكلة إيش السايد فكت حقته الكبيرة اللي بيعملها اللي هي الإمتش ومشاكله مع الأريدمية ومع البوتاسيوم فهذا مشكلة الوحيد كلمنا عن السلايد كامل على السايد افكت عن الساكسنالكولين عشان كده احنا قلنا حاليا ما بيستخدم وبنستخدمه دائما للربط سيكونس اندكشن لكن بسبب العيوب اللي فيه بنستخدم اللي هو من الدواء الثاني اللي بنستخدمه يعني المريض جاي عشان ربط سيكونس اندكشن بنستخدمه إذا عنده مشاكل كونترا اندكيتد للساكسنالكولين إيش اللي نستخدم له إيش الدواء الثاني بديل ربط سيكونس اندكشن هذي حالة من الحالات اللي احنا لازم نخدرهم المرضى اللي يكون عندهم رسك ربط سيكونس يعني لازم تعمل عملية تخدير وتنبيب بأسرع وقت فنسميها ربط سيكونس قلنا الدواء اللي عندنا سريع مين ركرونيوم ركرونيوم هذا لما نسك سينا الكولين في كونترا الاندكشن طيب فالركرونيوم هذا نستخدم الربط سيكونس اندكشن ولو دوز معينة وقلت لكم تحفظونها وهو برضو بيستخدم يعني دواء زي التركيوريوم وزي السيس التركيوريوم طيب طبعا الموتابوليزم حقتهم فيه أنواع فيه متابوليزم بالهيباتيك وبالليفر وفيه متابوليزم اللي هو بالإنزايم فعرفين الأدوية اللي هي كلها بتيحصل بالهيayım اللي هو الإنزايم فيستريس كده خلصنا تقريبا التخدير اللي هو عن طريق اللي هي الأدوية جينا تكلمنا على التخدير الكامل اللي هو عن طريق اللي هو المنتنس جزئية حقت المنتنس اللي هي الانهليشن الانستيزيا اتكلمنا انه it's good for pediatric اللي ما عندهم كانولا وفي المرضى اللي هم الهنديكاب اللي احنا ما قدرنا نحط لهم كانولا لكن اذا المريض عنده كانولا بنخدره بالطريقة الاولانية اللي اتكلمنا عنها طيب مشاكل الفولاتال قلت لكم لازم في حاجة اسمها ماك ولازم تعرفوا الماك هذه الصورة اللي فيها كل ماك كما الماك حق كل واحد definition تعارفينوش definition والماك حق كل واحد اللي هو disflurane 6 والايزو فلورين 1.1 والسيفو موجود عندكم والهالوثين 0.8 0.75 اعتقد فموجود عندكم في السلايدز تتلمنا كيف ال side effect حقت ويش بالcommon side effect حقت الفولاتال الانستيزيا مش قلنا الاروتيشن 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 للنوع معين يعني الهالوتيشن من الوحيد الديزو الديزفلورين واحسن واحد فيهم سيفو السيفو اللي قلنا السحب بنسوك الهالوثين الهالوثين عشان مشاكل حقته مع القلب ومشاكل طيب بعد كي تكلمنا عن وفي عندنا السايد اللي هي الماليقننت هايبرثيرميا طيب الماليقننت هايبرثيرميا هذا معناته لازم نخدره بطريقة أخرى نستخدم بروبوفول لأنه البروبوفول هو اللي ما يتجمع في الجسم وتقدر تعطيه عن طريقة الكانيولا ما تعطيه عن طرق طيب تكلمنا عن نايترسكوسايد وقلنا قلت لكم مهم شي تعرف عن نايترسكوسايد إنه إنه هو نفس الأكسجين بسعيب وإنه هايبوكسك يعني هو غاز هو ما هو مادة نفاذة زي البولتائل هو غاز والماك حقه كم وقلت لكم إنها نت براكتكل هي لازم 104 عشان يالله يالله خلي المريض ينام وهو أكثر شي نستخدمه كميكسشر نخلطه مع الأكسجين يتخلط لكن ما يعطى الحاله عشان مشكلة الهايبوكسي يحبته خلصنا الفولتال الأنسيزيا بعدين دخلنا على اللي هي اللوك الأنسيزيا قلنا الأمايد والإستر لازم تعرفونها وقلنا إنه في بعضها كيف الحقها المتابوليزم في بعضها بالهيباتيك في بعضها اللي هو نفس الشي الإنزيم اللي بالدم وتكلمنا عن حق اللوك الأنسيزيا إيش مشاكلها في اللي هو عندنا اللي هو التوكسيسيتي وفي عندنا اللي هي إذا عطيتها إنترافاسكولر إيش بتسبب واللوك الأنسيزيا هذة بنستخدمها فين بالعادة اللوك الأنسيزيا أيو في الريجين الأنسيزيا نيورو أكسي الأنسيزيا أو عندك اللي هو الإنفلتريشن والإنفلتريشن اللي هو اللوك لازم تستخدمها بدوزيز معينة ما قلت لكم ده أنا همشي تعرفوا لي إستر وأمايد وتعرفوا إنه لو زادت ممكن تعمل لكم كارديوبوسكولر وتعمل لكم سنترا نيروس طبعا كيف أتعرف إن المريض حصل له تكسيسيتي ولا ذا عندك الدرماتوم علمتكم إشي الدرماتوم المهمة في الجسم أول شي عشان تعرف إن البلوك حقك شغال وفي نفس الوقت تعرف إن البلوك حقك ما وصل لتكسيسيتي صح ولا لا وتكلمنا كيف نعالج التكسيسيتي طيب إذا حصل للمريض هايبوتينشين إش نسوي لك طيب وإش الأدوية اللي نعطيه خلاص وهذه بالنسبة للوكال خلاص الحين إحنا قلنا إن لما البلوك يدخل في التكسيسيتي يعني الأفضل إن نوقف عشان الدواء ينزل صح إيوه إحنا دخل في تكسيسيتي أنت معناته البلوك هتبدأ أول حاجة توقفين الدواء يصطب عشان ينزل وتعمل عشان يحصل هو كذا كذا وصل لمنطقة فأنت تستني عليه لحدة تصير عند الأفكت حقه طيب وبعدين إيش سؤالك لأنه شفت يعني أنه لما يعني يدخل أنه أسوي الحق اللي أرفع رجولة فأحس أنت عكس عكس لما أوقف أو أسلح وأرفع رجولين أحس إذا سويت كلا بزود الأفكت إنه المريض مثلا إحنا بتكلم الهيبوتينشي لأي سبب من الأسباب حصلوا ناقص سوائل ناقص ديهايدريت عرفتي فهي بشكل عام هي أول ستب الناس يسوها إنه يرفع رجل المريض وينزل راسه وأنا معاك هي ممكن تعمل لك يزود لك there is a possibility لكن for the time it is one of the measurement يعني هي ما هي ما هي ما هي absolute treatment طبعا إحنا في التخدير لازم نعطي معاها شيء ثاني أدوية ثانية أنا في الواقع مثلا دكتور صالح لما يصير شيء زي معايف زي كذا وأنا عارفة إنه هو الدواء حقي اللي سوى للمشكلة هذا مش الديهايدريت المريض أرفع راسه أعكسه أرفع راس بس لا تتلخبطون خلوكوا على اللي مكتوف المحاضرة طيب وخليكوا تعرفوا إيش الأدوية اللي إحنا بنعطيها عشان نرفع الضغط المريض أوكي أي خلاص شكرا أي عندي سوعة للمليقنة هايبرتيرمي لاجيكون يعني لكل الناس اللي يجيهم بسبب الدواء الأنستيزي نعطيهم دانترولين ولا بس للإنهلايشن اللي كنسا كل شي كل شي يعني الساكسينال كولين إيش زي اللي مثلا واحد عنده هايبوكسيا بنعطيه أكسجين بغض النظر الهايبوكسيا جات اختنق واللي عنده الكهاف صدره واللي عنده عرفتي فالمليقنة هايبرتيرمي هذا العلاج حقه دانترولين بغض النظر إيش السبب هل هو هالوثين ولا ولتايل ولا ساكسينال كولين هي بس الدوائن هذي اللي بتسببها طيب دكتور كم سؤال الأسئلة هتكون ثلاثة أسئلة كل سؤال عليه عشر علامات وكل سؤال هيتكون من خمس فقرات تقريبا من خمسة لأربع فقرات ممكن أكثر يعني طيب يلا نكمل دكتور بالنسبة للبيشينت اللي يكونوا شاكت في الإمرجنسي بإتمدات and ketomine both of them they are working بس مين الأفضل بالنسبة للشاكت والله الشاكت والشاكت يعتمد إذا عندك شاكت شاكت كتامين أفضل طبعا ترجمة نانسي قنقر